لكي نتكلم عن موضوع الكمبيوتر ايدي الدياغنوسيس يجب أن نفكر في الأساس الدياغنوسيس في الطب عموما يعني نعرف الأطباء يشخصوا بناء عليهم نحن نتكلم دعتي في الطب الحديث عموما نحن نتكلم عن موضوع الكمبيوتر نحن نتكلم عن طريقة جديدة مثل علاج المرض الفلاني طريقة جديدة تبقى ظهرت الأول في الكمبيوتر والموضوع الكمبيوتر اقتنعت به قيمته اقتنعت به وبعد ذلك يطبقه في الكمبيوتر يبدأ بعد ذلك ينتشر بقى الغيث لما يبقى هو الموضوع الدياغنوسيس أو في المرض الفلاني فمتكلم عن نتكلم عن الناس عموما حيث على النتائج أو أدلة جاءت من الناس حيث على المنطقة يعني نتكلم عن بأنه نحن كون الدياغنوسيس أو الناس عموما معتمد على نتائج أو أدلة جات من scientific research الحقيقة كل الكلام نتكلم عليه ده هو باسيكي أساس بتاع discipline أو النظام بتاع evidence-based medicine يعني الطب اللي مبني على أدلة مش طب مبني على خرافات أو مبني على يعني بعض الناس بتجرب أو كده يعني فطبعا نتكلم على evidence-based medicine ده اللي هو ال-e-b-m سعب من ساميه evidence-based health care أو سعب من ساميه evidence-based practice في كل الأحوال evidence بتاعنا ده بيبقى associated with proof demonstration or testability يعني فيه عندنا دليل واضح جاي لنا من scientific research أو أن أنا بعمل مثلا يعني بأثبت الكلام ده بشكل عملي بحيث أن أنا أوريه أدوريه للناس أو أن أنا فيه عندي اختبارات معينة ممكن أن أنا أختبر النتيجة دي وأكد أن هي فعلا صحيحة ما هياش بس مجرب بالرؤى أو بالإيه أن أنا مجرب بس أن أنا إيه أبا معتقد أن هي كده وخلاص يعني وفي الحقيقة بنتكلم على الطب بالشكل ده والطب الحديث المبني على evidence-based medicine ده يعني ما هواش بقى يعني ما هواش بقى يعني ما هواش بقى no longer based on bequeath knowledge يعني يعني ممكن تبقى يعني معلومات محرفة أو مش صحيحة أو opinion يعني أراء ما هياش لها يعني أي أساس أو impressions أو انطبعات أو perceptions نفس الكلام أو يعني الحقيقة معتمدة أساسا على demonstrable proofs يعني يعني أدلة ممكن نحن نوريها بشكل يعني قاطع ما يبقاش في أي شك خالص طبعا الكلام ده طبعا في غاية الأهمية علشان لما حد يجي شخص حاجة معين أو يتريت مرض معين يبقى الكلام ده ما بني على أساس ما يبقاش ما بني على مجرد أن أنا يعني حسيت أن هي كده وخلاص أو أن أنا شايف أن هي نجرب ونشوف ولا ما يبقاش الكلام ده خالص في الطب عشان يبقى فعلا الحاجة اللي بنعملها دي تبقى فعلا علم سليم ما يبقاش في أي نوع من أنواع الخرافات فالدفينيشن بتاعت الEPM هي الEPM اللي أقول evidence-based medicine لو كذا دفينيشن هنتكلم عليهم كلهم دلوقتي يعني أول دفينيشن إنه هو the systematic application of the best evidence to evaluate the available options and decision making in clinical management and policy settings يعني 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 إحنا دلوقتي هدفنا من evidence-based medicine ده أو هو شغلانته إنه هو يطبق أحسن دليل موجود حاليا أوكي من literature أو من expertise أو من أي حاجة دكتور نفسه يعني أي resource بالنسباله resource ما هو أتكلم على حاجة برضو أتكلم على حاجة علمية يعني كل resources العلمية اللي عنده عشان يقيم options بتاعت العلاج أو يقيم هو ياخد قرار إزاي في التreatment بتاعت المريض دوت أو إن أنا بتكلم على النظام العام بتاع الإيه الكلينيكال أو الهيلث كير delivery هيبقى ماشي إزاي ممكن نسميه برضو حاجة تانية integrating clinical expertise with the best available external clinical evidence from research يعني عشان أشتغل برضو بالevidence based medicine ده أنا بخلي الطبيب بتاعي يintegrate الكل expertise اللي هو شافها من المرضى اللي علاجهم مثلا في خلال الفترة من ساعة ما بتدى براكتس الطب لغاية النهارده بالإضافة إلى يقدر يقيم إذا كان فيه حاجة جديدة ظهرت في المجال بتاع ولا لا والإنتيجريشن بتاع الاتنين دول مع بعض بيدينا evidence based medicine والحقيقة ممكن برضو نقول على evidence based medicine هو conscientious explicit and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients يعني الاستعمال الواعي والصريح والعقلاني ل current based evidence احسن دليل موجود او احسن طريقة موجودة هو شافها من خلال literature ومن خلال الخبرة بتاعته علشان يعمل health care delivery لل patients يعني لو انا اعمل diagnosis يبقى معنا كده لو في مثلا طريقة جديدة ظهرت لتشخيص المرض الفلاني انا اعرف ها وقيم ها وانتلاقي انها مفيدة وستعملها بقى mathematical estimates of the risk of benefit and harm derived from high quality research on population samples to inform clinical decision making in the diagnosis investigation or management of individual patients يعني انا بفكر كده في الموضوع بشكل رياضي اقول والله الخطورة بتاعت لانا اجرب الطريقة الفلانية ايه لو فيها منافع او مضار بتبقى هي عبارة عن ايه لو انا بتكلم ان انا عندي research يعني الموجود دوت يعني على population معينة بقيم اذا كان الpopulation دي ملأمة للحالة الادامة حاليا لو بكلم على حالة محددة مش بكلم على population برضو كله دكتور بيقعد قدامه مريض واحد بيكلم عن المريض الواحد ده وياخد القرار بالنسبة له ازاي لو انا عملت integration بيس مادسين في الكلينيكال براكتس بتاعتي فيه فرق مهم جدا لازم ناخد بالنا منه ان الابدنس بيس مادسين is not only the combination of current based available external evidence and individual clinical expertise يعني ما هياش بس خبرة الطبيب والliterature الموجودة فيها اي او الصينتيفي الموجود لا لازم ناخد فاعتبرنا حاجة مهمة جدا الى وهي patient values and choice يعني بمعنى ان انا لازم ااخد رأي المريض بتاعي في اللي انا هعمله له ما ينفعش ان انا ااخد المريض ده كده ان هو عبد عندي وقول ان عندك مرض كذا وليس ان تعمل كذا 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 وخلاص وهي كده مفيش حاجة ثانية لا لازم ادي المريض ده بالنسبالي عبارة عن slave وانا عندي الطب ده عبارة عن كتاب طهو مثلا بقرأ منه وصفة المريض ده عنده كذا يبقى 1 2 3 مكتوبة في الكتاب كده امش 1 2 3 لا ما تبقاش كده صح لازم ناخد في اعتبارنا يعني لو patient ده بالنسبال له مثلا عنده يعني مشكلة معينة ما يحبش مثلا ان هو يبقى في عنده الالاج يتم بشكل معين في مثلا طريقتين الالالاج هو بيفضل حاجة معينة مثلا ريليجيوس بلييف مثلا اوكي يبقى لازم اخد الكلام ده في اعتبار اذا حاجة مهمة جدا جدا لو patient نفسه شايف ان هو يعني لو عنده اختيارين شايف ان في اختيار وهو اختار حاجة ان انا اعمل حاجة مختلفة فممكن احنا نبص على الموضو بالشكل التالي ان انا دلوقتي الكلينيكال اكسبرتيز دي موجودة وبيبقى يعني انبوت لها الباست اكسترن افيدنس لو جايلي من الالتراتي او جايلي من الالتراتي ولازم يبقى جايلي القيم والاختيارات القيم او طريق التشخيص يبقى عن ايه بالزبط دي حاجة في غاية الاهمية ولازم ما ننساش ابدا الجزء بتاع البيئيشن الجزء بتاع الالتراتي ممكن نتعمل بطرقتين واحدة بنقول عليها الطوب داون واحدة بنقول عليها بوتوم اب الطوب دا معتمد على ان انا بيبعندي مستشفى كبيرة او جماعات كبيرة او معاهد كبيرة متخصصة في موضوع معين بيجلهم فاندنج وهم متخصصين في الموضوع دا عملوا large scale studies ومن large scale studies بعد كده يطلع حاجة systematic reviews meta analysis decision analysis guidelines high quality original research studies يعني في الاخر يطلع علينا مجموعة من جزء من literature يطلع لنا مجموعة papers أو مجموعة guidelines أو أيما على تحليل معين لطرق العلاج في مجال معين وآيم على الناس المتخصصة جدا بالإضافة لتطبيعهم على عدد كبير من ال population يعني كطبيب يعني الطبيب اللي هو اللي بيشتغل بالحاجة دي بيقرى الكلام ده ويشوف الكلام ده بيتطبق عنده ولا لا أو يطبق ه الكلام ده عشان كده بنسمي top down يعني بيجي من فوق من يعني أماكن بتبقى متخصصة جدا وتنزل بعد كده للطبيب اللي هو اللي في أماكن ممكن ما يكونش يعني في أماكن صغيرة مش أماكن كبيرة وهو بعد كده بيبتدي integrated في الكلام الجزء التاني أو الطريقة التانية اللي ممكن نفس الحاجة تتعامل بيها اللي يجي يعني بيها إن أنا يبقى فيها عندي local physicians يعني أطباء موجودين برضو مهماش يعني متخصصين حتى ممكن يبقى general practitioners بيبصوا على سؤال محدد نتيجة للخبرة بتاعتهم أو نتيجة للحالات اللي بيشوفوها يبدو دور هما على best current evidence يعني يدور هو على literature مثلا يقعد على الانترنت مثلا يعمل جوجل مثلا على الحاجة اللي هو شايف ها دي ويشوف الناس بتاعمل ايه ويبتدي بقى هو يفاضل بين الحاجات المختلفة وبعض وبعد كده يطبق على الحالة بتاعته يشوف ايه الحاجة اللي ممكن فعلا يعملها يعني في الحالة بتاعته وبعد كده الانترنت وبعد كده ينتجريت الكلام ده في الكلام يعني يشوف هو يقيم الحاجة بتاعته دي وبعد كده من التقييم بتاعه للحاجات الموجودة في الليترات دي هو يبتدي بقى يطبق على الكلام بالطريقة دي فعلا ممكن نقدر نقول بقى في الحالة دي نحن عندنا ال-EPM هدفه ان هو تماكسيمايز the quality and quantity of life for the individual patients يعني هو في الاخر كل الكلام ده هو في الاخر بينصب في الاخر ناحية clinical practice clinical practice دي هدفها في الاخر ان انا احسن quality يعني جودة طول عمر المريض يعني ما يفعش ان انا مثلا ان انا clinical practice بتاعي ده يبقى مجرد بس ان انا بخلي المريض يعيش فترة اطول بس اكشوالي هو بيبقى في اخر حياته بيبقى تعبان او هو فعليا مش مستمتع بحياته او متألم بشكل كبير لازم ان انا اماكسيمايز quality of life بالنسبة للpatient ولازم ان الكلام ده يعني tool approaches الموجودين دول لازم يساعدون ان انا قادر عمل كده في معلين هو unproven ده معناها ايه انا دلوقتي عملت تجربة كان عندي sample population وطلعت انها نتائج ولقيت النتائج دي بتقول ان العلاج الفلان ده احسن من العلاج الفلان دلوقتي هل انا بعمل التجربة دي انا طبعا حاولت ان انا في التجربة دي بقى حاطت يعني في بعض التجربة بحيث ان انا اتأكد ان الحاجة بتاعتي هي غالبا الحاجة اللي بتعمل الفاكت اللي انا بقيس ودود بس فعليا هي يعني لو انا قلت ان ده بيعالج ده ومعنديش اثبات ان ده بيعمل كده ازاي ده برضو يعتبر يعني انا ما اثبت الكلام ده فعليا هو الكلام ده اوكي يعني واضح ان هو شكله شغال بس انا مش عارفين شغال ليه اوكي فدي واحدة من الحاجة التانية ان هو بيتقال عليه برضو ان هو يعني بياخد وقت طويق جدا عشان عمله انا دلوقتي بتكلم علي ان انا انا عايز اعمل الارج بوبيوليشن دي في الاخر لازم اعمل على الحالات نفسها تبقى بحيس ان انا اقدر اتخذ ان الحالات وبعض وطبعا الكلام ده بياخد وقت طويل جدا عشان يطلع نتائج بتاعته وبالتالي بيبقى 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 يعني في بعض الستودي مثلا ممكن تاخد 20 سنة عشان تطلع فعليا يعني عشان يقدر ياخد يعني كمية الحالات ويتابعهم على مدار فترة طويل كفاية بحيس يقدر يطلع فطبعا يعني حاجات زي كده طبعا ما هيش حاجة طبعا يعني بالبساطة دي يعني وطبعا لانها فعلا بتحتاج وقت طويل وطبعا بالتالي بتبقى الحاجة التانية ان احنا بننارو the research agenda and patience option يعني بمعنى ان احنا دلوقتي لما بنقول والله الطريقة الفلانية هي احسن طريقة لعلاج المرض الفلانية كويس ما هيش صح انها تتقال كده اولا وما ينفعش ان احنا نشيل option من patient من غير ما نكون فكرنا يعني ما ينفعش ان اعتبر ان دليل ان فيه الطريقة الفلانية شغالة يبقى اقفل كل حاجة نقفل الريسورش في الاريا دي ونقول patient ما عندك شغال option دي وخلاص لا لازم نبقى فيه عندنا حقيقة تنوع ولازم نبقى فيه عندنا ان احنا نفكر بشكل مختلف شوية لان اي study في الدنيا عمرها ما بتادرس كل انواع الpatients وكل اللي موجودة فيهم والحاجات دي كلها فلازم ان ما نعتبر ال EPM ده انه ال EPM ان هو بيثريتن professional autonomy and clinical freedom يعني دلوقتي انا بقول ان المرض الفلاني دوت لقينا فيه study كبيرة قلت لنا انه يتحلق بالشكل الفلاني هل انا كده بقول للناس يعني لازم كل الناس تتعمل للطريقة دي او لازم كل الكلين يتشتغل بالشكل الفلاني اكشوالي مش مفروض نها بعض ال large clinical areas زي radiology مثلا ما هماش اكشوالي عندهم اكشوالي عشان نقدر ان عندهم EPM يعني بمعنى ان في يعني ممكن اتخيل مثلا ال EPM ده او ان احنا عندنا مجموعة studies موجودة في كل حاجة بس اكشوالي لأ يعني احنا في عندنا بعض الاري زي radiology ما عندناش اكشوالي عشان نقدر نقول ان احنا عندنا ريكم اكشوالي مثلا لل best practice او عندنا best evidence نقدر نقول عليه في كل حاجة من الحاجات اللي مشتغل في radiology ما لا ما هي شكدا فالنقطة ان basically يعني الكلام ده ممكن يعني يكون النتيجة النقص في ال studies نفسها او النتيجة الحاجات مثلا زي ان ال patients اللي بنقابلهم في ال clinics ممكن ما يكون اكشوالي زي الناس اللي كانوا موجودين في literature يعني ممكن يكون مختلفين تماما لما بكلم على مريض في مصر اعضار اقرأ study معمول في امريكا اكيد في اختلاف كبير في اختلاف كبير في environment واكيد اختلاف كبير في مثلا نوعية lifestyle بتاعت الاثنين نوعية الاكل اللي بيعملها نوعية stress اللي على دا وعلى دا في اختلافات كتيرة الحقيقة لازم ناخدها في اعتبارنا فبنقدرش ان احنا نجنرالايز الحاجات اللي موجودة فبالتالي في نقصة موجود فعلا في studies اللي نقدر نخليها اساس ل APM في بعض الاحوال والحقيقة ممكن بردو نتكلم على الحقيقة ان الكلام دا يخلي clinical trials نحن نتكلم عليها في بعض الاحوال ما هياش directly applicable لازم نفكر فيها الاول ما ينفعش ان يبقى في عندي 10,000 patient كويس ولقينا فيهم نسبة 99% خفوا لما ادنا لهم الدول الفولاني ما ينفعش ان اخد دي كده وخلاص من غير ما افكر كويس ايه علاقة الموجودة في ال study دي بال المريض ال individual يعني patient الموجود قصادي علشان ما يبقاش في اي مشكلة بالنسبة لطبيق الحاجة دي على المريض ده لان فعلا clinical trials ما هم ماش directly applicable لازم نفكر فيهم الاول قبل ما نعملهم application فعمتا لو احنا جينا objective view لكل دي يعني عماتا ممكن نلاقي ان دي حقيقة شكلها يعني problem due to still limited development application of APM than intrinsic APM Limitation يعني كل الحاجات دي ما هيش اساسا عيب في APM ده عيب في ال APM لسه بيتطبق لسه ابتدا الناس تفكر فيه او ان هي تحاول تتعممه فلسه في حاجات ما وصلتش انها تبقى يعني بالشكل اللي هو ideal زي ما احنا عايزين في APM يعني نكلم مسلا ان لسه في large clinical areas ما فيهاش sufficient studies يبقى معنا كده احنا لسه باندفلوب في APM فما نادرش نقول ان ده مشكلة في APM ده مشكلة ان احنا لسه مبانيناش APM ده وحش لا ده هو الحقيقة كويس بس احنا لازم ان احنا ندفلوب فيه اكتر عشان نوصله للحاجة اللي احنا نقدر نستفيد بها ويبقى الموجود المستشفى يقدر ان هو يعني ياخد اعلى ممكنة واحدة من الاريز المهمة طبعا هي الاساس اللي احنا هتكلم عليه في الكورس دوت اللي هو الجزء الريديولوجي اللي احنا هنتكلم على الكمبيوتر ادي دياجنوس في الريديولوجي فبنتكلم على انه هو واحد من ال اللي كان في ديلايد ديفيوجين يعني ال APM فيها ما كانش فيه في الريديولوجي لغاية فترة قريبة خالص يعني يكلم في بعض الناس تتكلم عليها من التسعينات يعني اواخر التسعينات كمان فبنتكلم علي ان احنا متأخرين جدا في جزء الريديولوجي فيعني بيسيك لما نكلم علي حاجة ريديولوجي وبنتكلم علي ان احنا يعني ممكن نتكلم علي حوالي 30% يعني بمعنى انا ماجد لوقتي بص في كتاب بتاع الريديولوجي واشوف الطريقة اللي بيعلموا بيها ال الاطباء بتوع الاشعة هلق ان 30% بس من الحاجات اللي بنكلم عليها لها دليل ولها إثبات علمي موجود طبعا حاجة خطيرة جدا يعني فبنتكلم على ان 10% عقلي من 10% اكشوالي of standard imaging procedures is supported by special randomized randomized controlled trials meta analysis or systematic reviews يعني بنكلم كمان على procedures نفسها مش بكلم على طريقة مثلا انت تفروض تعمل الاشعة الفرانية وبعد كال اشعة الفرانية وبعد كال اشعة الفرانية بالكلمة عن الحاجات دي ان هي كلها ما هيش مبنية على تحليل لكل النتاج اللي هي بتاعت دول او systematic review او احنا عدنا بصينا بشكل موضوعي وشوفنا النظام ماشي ازاي وحسن او شوفنا احسن حاجة ممكن تمشي ازاي يعني مور الاسل نتكلم على ال 90% اللي هما بقيت ال 10% دول بقيت ال 100% بين التكلم انها فعلية مبنية على مجرد trial and error يعني ناس جربت كده وخلاص ومشت كده وخلاص ما فيش اي دليل يقول لنا دي احسن حاجة لما بيكلم مثلا على comparison between two diagnostic imaging موضاليتي هنلاقي انها ماركت مختلف من الوضع بين الاثلاث يعني يعني بتكلم مثلا على new drug and placebo or standard care يعني المريض بياخد حباية حباية هو معتق انها دواء ممكن تكون فعلا الدواء الجديد او ممكن تكون بلاسيبو يعني شكل الدواء كده بسميه دواء عشان يبقى النحية النفسية بالنسبة للمريض ما تبقاش متأثرة يعني فاحنا بنتكلم بقى لما بتكلم عن two diagnostic imaging modalities لقد دين مختلفة تماما لان يعني فعلا بيبقى كل واحدة فيهم لها كاركترستيك مختلفة وحقيقة ونلاقي ان كل حاجة فيها في طريقة الاستادي بتاعتها حتى مختلفة ففعليا بنتكلم على clinical أو classical design of randomized controlled trials is not the standard for radiology studies يعني ما يفعش ان انا اخد نص الناس اوديهم هنا ونص الناس اوديهم هنا واعمل يعني comparison between results ان فيها حاجات كثيرة جدا مختلفة بين الاثنين فالواضح ان احنا في radiology محتاجين نفكر في evidence based medicine بشكل مختلف في حاجات كثيرة فعلا في radiology مختلفة عن بقيت الحاجات الثانية وعن medicine عموما واول حاجة فيها الحقيقة هو جزء بتاع technical expertise technical expertise for radiology ما هياش optional يعني فيه فرق مثلا انا اجيب دكتور يبقى شاطر اوي في علاج امراض الباطنية كويس وممكن ما يكون عارف اي حاجة اللي علاقة بالاشاعة خالص كويس بس هنا ده لازم عارف كل الاساس العلمي بتاع الجهاز الريديولوجي اللي انا بشتغل عليه او الطبيب بشتغل عليه بيبقى في غاية الاهمية نكون مفهوم بشكل واضح بالنسبة للطبيب فباسيكلي ايضا 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 موضي موضي باستخدام ايضا ايضا التكنولوجي ايضا 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 يعني لما اقيم جهاز معين كانوا احسن من هنا لا لازم افكر كويس قوي يعني فرضا انا حطيت في الخمسين الاولين مختلفة عن الخمسين التنين فرضا انا دلوقتي الدكتور بتاعي اللي بيجرب جرب مثلا يعني بعدما الصورة تلات هو حسن الصورة بشكل ما او طبع عليها حاجة مختلفة بحيث انه حاول يحسن الدياجنوز بتاعه بيها ففعلا خلت النتاج تختلف فاحنا لازم عشان نأفليوية الدياجنوز لازم بشكل ما نستندردائز حاجات كتير اوي لازم نفكر كويس اوي في التكنولوجي يشغال ازاي قبل ما نقدر نقارن حاجات ببعض والحقيقة بنكلم على ان التكنيك الكسبرتيز has to be combined with كليني الكسبرتيز in judging when and how the best available external evidence can be applied in clinical practice يعني نتكلم على ايه نتكلم على يعني ان انا دلوقتي بتكلم على ان التكنيك الكسبرتيز في الريديولوجي بالذات ما هياش اقل في الاهمية من الكسبرتيز يعني ممكن ان انا بقى فاهم الفيزيك قوي 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 اوك و يعني 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 لو انا مش فاهم الفيزيك قوي او معنا صح يعني و فاهم حتى لو عالقت قبل كده مرضى كتير ما ينفعش ان انا اكتفي بالكلينيك الكسبرتيز عن التكنيك الكسبرتيز التكنيك الكسبرتيز بتوريني حاجات مختلفة تماما عن اللي بشوفها في التكنيك الكسبرتيز بتفسر لي النتائج بتاع التكنيك الكسبرتيز بشكل واضح فعشان كده ما ينفعش ان انا ابوصل الكسرن الكسبرتيز من التكنيك الكسبرتيز تفهم الكلام ده اساسه العلمي او اساسه الفني واضيف بقى لي الكسبرتيز علشان بعد كده اقدر احكم على الا استعمال وما استعمل اوكي فالكسبرتيز is just مثال على كده لو احنا بنبص على الكنسيكنس of ignoring technical details such as slight thickness in evaluating the diagnostic performance of MRI ب the way لو حد كان يشتغل عن MRI عبلا كده هيلائي انه لو بيعمل تصوير وهو بيبص على الصورة صعب جدا يعرف slight thickness يعني فعلا يعني لازم يبقى هو من الاول خالص واخد بالو من the thickness كام لانه في الاخرى يطلع للصورة هنا ويطلع للصورة هنا فلو استعملنا في MRI 3 mm instead of 5 mm thickness يعني صغرنا the thickness شوية طبعا ده بيبقى مفيد اهو عشان بيقلل الموجود يعني معنا ان 5 3 mm تشاهد structures او تدين resolution في slice direction احسن بكتير او من 5 mm فبنلاقي diagnostic performance for the detection of colidoculithiasis اللي هو واحد من الامراض الموجودة بتاع وجود حصوة في الحوصلة الصفروية بتاعت البايت بتغير من sensitivity 0.57 و specificity 1.0 ل 0.92 sensitivity و 0.97 specificity طبعا لو احنا بنعرف ان الفرق بين sensitivity و specificity ايه زي ما اتكلم ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هنعرف ان دا احسن بكتير الحقيقة يعني لما انا بوصل انا دلوقت sensitivity عالي او بالشكل دا و specificity برضو مش وحشة هلاقي ان دي بالتأكيد احسن بكتير من دي sensitivity by the way هنعرف ان ايه accuracy في detection بتاع الناس اللي عندهم المرض يعني لو انا بشوف اذا كان المرض دا موجود او مش موجود يبقى انا هنا 57% من المرات عرفت ان المرض موجود هو كان موجود فعلا هنا 92% فطبعا فرق كبير جدا specificity معناها ان انا بقول ان هو يعني normal عرفته صح ولا لا فطبعا لو انا قليت عنده شوية ما بيبقاش low effect زي ما انا بحسن في Diagnosis فده الحقيقة يورينا ان مهم جدا لو انا بعمل Diagnosis او انا بعمل يعني بعمل يعني حتى design بتاع الexperiment اطلع منها الصور اللي انا في الاخر هشخص منها لازم اكون فاهم الـ effect بتاع different parameters هنا بنتكلم على parameter بتاع slice sickness تغيير بسيط جدا فيه الحقيقة فرق جدا جدا في التشخيص بتاع فمعنى كده لو انا الدكتور بتاعي ده ما هواش عنده technical expertise هيوصل يعني بالsensivity والspecifice بتاعته حاجة قلب كتير جدا 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 من اللي هو نفسه يقدر يعمل ها لو حسن في الايه او عمل optimization ل technical parameters بتاعت the acquisition حاجة مهمة جدا برضو ال radiology reproducibility يعني انا الوقتي هل ممكن انكرر التجربة بتاعتي دي ويطلع لنفس النهائج ولا لا فلازم ان احنا actually نفعل studies on the reproducibility of the results of the imaging modalities زي مثلا متكلم على حاجات زي intra observer inter observer او inter study variability يعني بمعنى احنا يعني مش يعني لو انا بعمل تجربة معينة مش هيبقى واحد بس شخص واحد بس هو اللي قاعد بيبص على الصورة لا دي انا ممكن اجيب كذا واحد يبقى فيه عندي كذا طبيب بيبص على الصورة دي يبقى بكلم على ان انا ممكن ان انا يبقى عندي inter observer variability شو بقى هما بيختلفوا عن بعض ازاي في التشخيص بتاعهم او ممكن نفس الدكتور هو هو بنقرض عليه الصور دي يعني بكذا مرة ونشوف هو يقدر ان هو يعني يتعرف عليهم ولا يعني نشوف ال inter observer يعني هي observer مع نفسه او في اوقات مختلفة بيشخص بنفس طريقة ولا لا او inter study معنا نعمل study في مكان و study في مكان تاني وشوف الفرقات بينه مع بعض يبقى معنا كده في فعلا حاجة موجودة مظبوطة بتحصل انما لو لقيت ان هما كل واحدة مختلفة لو لقيت مسلا كل مجموعة observer جايبين حاجات مختلفة يعني معنا كده ان فعلا في مشكلة في تجربة نفسها بتخلي ريبيو بتاعتها مش حاجة كويس واحدة من الحاجات اللي بتبصيل على انتر انتر observer وانتر observer حاجة ما سميها كوين كي ستاتيستيك او بلاند وانتر اناليسيز دي هنشوفها ان شاء الله في الاخر خاص في اخر كورس خاص هنتكلم عليها في الجزء اللي بنتكلم فيه على ان احنا يعني دول الاكسبرميات اللي فيها انتر observer وانتر observer الحقيقة لو بنتكلم على ان احنا عندنا فيه اختبار معين او تجربة معينة او study معينة كان فيها poor reproducibility it will never provide good diagnostic performance يعني بمعنى ان احنا عمرنا ما يتوقع من اي تجربة لو هي مش reproducible يعني ما داش ان انا كرارها بشكل consistent كويس ما توقعش ان اطلع منها اي حاجة مفيدة خالص فمعنى كده بنتكلم على ان good reproducibility is unnecessary but not sufficient condition for a test to be useful يعني ده لازم يعني شرط لازم بس ما هوش كافي يعني ما قدرش اقول ان انا دلوقت التجربة بتاعتي reproducible يبقى معنى تديني sensitivity و specificity احسن لأ ما هيش كده علشان اجيب sensitivity و specificity احسن لازم يكون التجربة بتاعتي reproducible ومش بس كده لازم بيقى في حاجات تانية كمان فدي حاجة مهمة جدا بمعنى ان احنا لازم نتشاك على reproducibility في الاول خالص لو ملقناش reproducibility بمعنى كده ما نكملش في الاناليسيس بعد كده اي حاجة هنطلعها هتكون ملهاش قيمة الحقيقة من برضو الحاجات اللي بنلاقيها في الريديولوجي مختلفة هي نحن عندنا تكنولوجي بمعنى نحن دلوقتي ممكن نتخيل من 10 سنين او 20 سنة كان عندنا ايه ودلوقتي عندنا ايه في الريديولوجي يعني نتكلم مثلا على التالي 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 في السبعينات التالي منه 4 التالي مثلا غير اواخر التمارينات وبعد كده كل واحدة من دول مختلفة تماما وكل واحدة من دول الحقيقة يعني تكنولوجي جديدة خالص ولازم نبصل بشكل مختلف ففعلا الدنيا بتتغير بشكل سريع جدا عكس الطب العادي الطب العادي اذا شفتنا مثلا في حاجات معينة هلا انا متغيرتش مثلا ممكن من 100 سنة متغيرتش فالتغير الكبير في الريديولوج بتخلي الريديولوجي اصعب شوية فبنتكلم مثلا على يعني 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 بقى في عندنا ملتبل موجودة في الدياجنوستي اميجينج لازم اتخذ في الاعتبار وفي نفس الوقت يعني الكونتينيوز والانكس تكنولوجي ديولوبمنت and صوفيستيكيشن ابتدأ برضو يبقى بتغير بشكل سريع جدا فلازم برضو اتخذو في الاعتبار يعني ممكن دلوقتي انا عندي مشكلة انا مش قادر اشوف حاجة معينة او في عندي مسلا مشكلة ان انا يعني تشخيص بتاعي في المرض معين من صورة معينة صورة بتاع موضالتي معينة دايما ممكن يتغير بان في تكنولوجي جديد تطلع في نفس الموضالتي دايما خليني اقدر اشوف الحاجة دي يعني ميكلم على حاجات بتتغير في وقت سريع الحقيقة وفي نفس الوقت ال high speed of technological development دي او evolution بتاع يعني الحاجات اللي هي technology تكبر او تزيد الحقيقة نبص على ان احنا لازم نستادي ال theory و practical applications of the new tools وفي نفس الوقت actually we have to repeatedly start with studies on technical performance reproducibility and diagnostic performance يعني لازم ان انا طبعا لما يجي موضالة جديدة تكون موجودة بابتدي اول حاجة ان انا يعني من الاخر خالص بابتدي بص على technical performance بتاع عمل ازاي يعني هو بتديني اي جديد في technical يعني specs بتاعتها يعني مثلا resolution بتاعتها احسن الacquisition time بتاعها اقل وهكذا وبعد كده نبص على reproducibility يعني هي reproducible ولا لا يعني انا اقدر طلع نتائج دي consistently معها ولا لا وبعد كده بص على diagnostic performance اللي هو sensivity وال specificity وال accuracy بتاع ال diagnosis وال الحقيقة the faster the advances in the technical development the more difficult it is to do the job in time وده طبعا ده بيخلي الحقيقة يعني basically development بتاعنا is much more rapid than the time required for performing clinical studies for basic evaluation of diagnostic performance يعني basically we are too late in our assessment studies يعني احنا نتكلم عن انحنا التغيير السريع ده على البال ما احنا نبتبلي نعمل studies عشان ي evaluate اصلا التكنولوجيا دي هيكون احنا بايسيكلي خلاص فيه تكنولوجيا دي يطلعب بعدها يعني فدي حاجة طبعا بتخلي الدنيا معقدة جدا في الجزء بتاع الريديولوجيا عشان كده يعني عشان اخذ مسلا سنتين ثلاثة ابتدي اعمل الحاجات اللي بقول عليها هنا هي تكنولي هيكون فيه تكنولوجيا اكيد بعدها فالحقيقة لازم يبقى عندنا حلول وهنتكلم عليها بعد شوية صغيرين عشان تحاول تحسنين الوضع ده عشان نحاول بشكل ما يبقى برضو نوصل بريديولوجيا انه هو يبقى افضل فيه اعتبر يعني لحد ما بقى افضل وبقى فعلا بقى قريب من الحاجات الموجودة في الموديل التاني برضو من الخصائص المهمة في الريديولوجيا انه لازم يبقى فيه عندنا توازن او بالانس بين الابارنت او دياغنوستيك بنيفيت and the بنيفيت بنيفيت يعني بمعنى انه احنا يعني دلوقتي مش بنتكلم على ان انا ريزولوشن عالية يبقى معنى كده انا متأكد ان البيشن هستفيد لا لازم اكون فاهم كويس قوي ان الحاجات اللي علاقة بالدياجنوست او الفرق اللي بيعملوا الدياجنوست ده ممكن في الاخر ما عملش فرق كبير بالنسبة للبيشن فلازم نحن نفكر فعليا الريديولوجيا ده بيدينا ايه زيادة علشان نقدر نفيد بي البيشن في الاخر في الاخر في الاخر لان احنا باسيكلي من مجرد بس ان احنا بندемонسترات الابايت بايت احسن عشان نقدر نشوف مور ونشوف احسن يعني نشوف الحاجات اللي احنا بنشوف ها في الريديولوجيا اكتر نشوف حاجات اكتر ونشوف الحاجات الاكتر بشكل احسن لغاية نحنا بنشوف بقى يعني بايت بايت ان انا اثبت ان التكنولوجيا جديه بتاعت دي وريتني احسن ووريتني اكتر لا دي انا عايي شوف بقى في الاخر التغير ده في الاخر خالص فرق ايه مع البيشن فرق ان هو غيرت له ماذا بناء لحاجة انا شفت ها جديدة دي او فرق معا ان انا عملت له تغيير بشكل ما في ال قولتي بتاعت لو انا وريته اكدت له ان هو مريض مثلا يعني اكدت له ان هو فعلا لو هو عنده شك في حاجة والريديولوجيا اكد له بالتكنولوجيا جديدة دي ان هو لأ مفيش عنده مشكلة اكيد دي هتحسن له الريديولوجيا هل فعلا كل التكنولوجيا اللي موجود بيودينا للبايشن اوتكم ده دي الحاجة اللازم نسألها نفسينا الحاجة برضو المهمة اوي في الريديولوجيا اللي هي برضو من الحاجات اليونيك بالنسبة الريديولوجيا ان انا عندنا في concept مهم اوي او principle اساسي جدا في الريديولوجيا اللي هو الالارة principle اللي هو as low as reasonably achievable يعني ايه يعني انا احط اي دوز ممكنة للبايشن انا ممكن اختار دوز اقل ما يمكن علشان في الاخر يعني اشوف الحاجة اللي انا عايز ها وفي الاخر ما ادرش المريض فباسيك بنتكلم على ان دي حاجة امبادد في الريديولوجيك تكنيك لازم يعني تبقى فعلا دخلة ويعني فعلا تبقى اساس ريديولوجيك امبادد ريديولوجيك امبادد يعني ابتدري ان اخد في اعتبارنا ان كل الريديولوجيك امبادد او كل الريديولوجيك عموما بيسبب مشاكل البيتش لو انا اخدت دوز كبيرة فباسيك لازم يبقى يعني فيه جامد جدا مش بس عشان اشخص المريض بشكل احسن لا ده اهمني برضو الاوتكم بتاع حاجة زي كده او لونج ترم افاكس بتاع حاجة زي كده عاملة ازاي فلازم اخد في اعتبار الكلام ده ك فورث ديمانشن لل افيدنس بيس ريديولوجي علشان في الاخر اقدر اطلع المريض دوت بدايجنوس سليم يعني وفي الوقت نفسه ما سببتول اي ضرر لو احنا ضمينا بقى كل الحاجات اللي اتكلمنا عليها دي مع بعض هنلاقي ان التكنيكال والكلينيكال اكسبورتيز بقوا هنا مبقاش الكلينيكال اكسبورتيز بس الوحدي بنتكلم على البيست باست اكسبورتيز نفس الكلام مكان موجود قبل كده وال برضو موجودة وزودنا على كده كمان الالارا برينسبل اللي هو بيخلينا ناخد في اعتبارنا ان احنا لازم نقل للدوز على قد ما نقدر يعني نستعمل النوع الامرج اللي احنا بستعمله دوت نستعمل من الحاجة اللي هتبقى في الاخر هتأثر على البيشن وفي الاخر اطلع بالدينسيجن ميكينج بتاعي او دياجنوز بتاعي من الايه من الصور في برضو موضوع مهم جدا له علاقة بالأفيدنس بيز مادسين اللي هو الهيث تيكنولوجي اسسسمنت او او اتش تي اي اوكي فلو بتكلم علي عموما في ال افيدنس بيز مادسين او افيدنس بيز ريديولوجي احنا بنجاوب على اسئلة هاو از افيدنس بردوست الدليل بتاعنا ده يعني جبناها ازاي او بنين which methods should be used to demonstrate the value of a diagnostic imaging technology يعني احنا ازاي اي طرق اللي احنا ممكن نستعملها علشان نثبت او يعني او يعني نوري ال value بتاعت ال diagnostic imaging technology نحنا بنكلم عليها ان هي جديدة لسه وعايزين ان نحنا نintroduce it في الماركت فباسي لازم في ال HTA نانسر مجموعة من questions does it work for whom يعني تشتغل على mim يعني هي بتشتغل او لا وتشتغل على mim يعني تapply على mim يعني at what cost how does it compare with alternatives يعني لو في عندي alternatives الحاجة دي عايز ا compare دي لللي قابليها للحاجات اللي موجودة الحاجات اللي هي الاختيارات التانية قدام المريض عشان يعني اتكلم على HTA لازم يكون عندي اجابات لكل الاربع حاجات دول برضو في HTA الحقيقة بنتكلم على بعض الترمينولوجيز المهمة جدا بالنسبة لنا الحقيقة دي لو حد فيكو بيحضر حاجة زل RSNA او حاجة اللي هو اكبر مؤتمر في الريديولوجي في العالم بيبقى بينهم علشان نبقى عارفين ايه علاقة الحاجات دي بعض وإيه اللي مهم فيهم وإيه اللي ايه يعني كل واحد فيهم الفرق فيها بيعمل ايه بالضبط ال بنتكلم على performance of the medical technology under ideal conditions يعني هي دلوقتي performance بتاع التكنولوجي الجديدة دي حسين لي ازاي في performance بتاع الطب عموما في المجال بتاع التكنولوجي دي الايفاكتيف بقى بنتكلم على evaluation بتاع نفس performance under ordinary conditions يعني بمعنى ordinary conditions يعني ممكن يبقى بعض الاليال conditions دي relaxed أو ما هيش متحققة عشان نشوف برضو هل هي افاكتيف في ال clinical practice ولا ممكن يبقى فيها مشكلة الايفيشنسي بنتكلم على يعني دولار هل في الاخر 100 مليون دولار دول هقدر اجيبهم تاني ولا ما قدرش دي حاجة مهمة جدا دي ال efficiency بقى واموما انتهت حاجات دول في غاية الاهمية ان انا اتكلم فيهم على اي موضالتي انا بإنطرد الماركت واموما to evaluate the impact of the result of the studies لازم ان احنا بيسيك لابعندنا حاجة اسمها hierarchy of values الhierarchy of values دي بمعناها ان احنا بفي عندنا كذا level كده ونتكلم على كل واحدة من levels دي علشان نبتدي evaluate اذا كان الموضالتي دي شغالة او مش شغالة نبتدي نتكلم عن levels دي بتفاصيل شوية دلوقتي يعني في عندنا مجموعة من levels يعني حاجة مثلا ده six levels scale مثلا ممكن نستعمله في evaluation ده عبارة عن مجموعة من levels نقدر نقيم فيها الجهاز بتاعنا من تحت خالص من technical performance لغاية في الاخر نوصل ل societal impact بتاعها عامل ازاي يعني تأثير على المجتمع عامل ازاي ف technical performance بتكلم على التفاصيل بتاعت الجهاز نفسه انا دلوقتي يقول الجهاز احسن شوية احسن شوية يعني احسن شوية يعني لازم اقسها ايسات يعني quantitative وقررنها بالايسات اللي كانت قبل كده ولاقي ان فعلا الايسات بتاعتي دي فعلا احسن دي بتبقى كلها حاجات فنية اللي بيعمل technical performance ده ده غالبا المهندسين اللي في المصنع او ناس في الهندسة يعني عمو من الناس زي انا اوكي اللي في مجال هندسة الطبية مثلا اوكي انا ما بكلم بقى على diagnostic performance بروح بقى لأطباء ببتلي من اول level 2 ده اطباء وطبا بمشي من اول واحد لغاية فوق ما بنفعش ان انا اروح ل diagnostic performance قبل ما اتأكد تكني 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 بتاعة التجربة معينة او study معينة عملت فيها استعمال الجهاز دوت واقدر منها احدد اذا كان الجهاز ده عمل فرق او العلاج عموما على جهاز ريديولوجي او بيشوف حاجة او بيعالج حاجة ممكن بعد كده بنبص على diagnostic impact اوكي يعني بمعنى ان احنا بنبص نشوف اذا كان الكلام ده بعد كده لو انا عملت diagnostic performance ده اوكي بشكل مختلف او طلع احسن كويس الفراجشن of patients for whom the test is judged useful for reaching the diagnosis or for whom the diagnosis is substantially modified after the test اوكي يعني بتكلم على يعني possible or negative يعني اكشوري كويس يعني بتكلم منها دلوقتي الdiagnosis اللي طلعني من هنا دوت سعيدني زي بقى عشان نعمل ياخد الحاجة دي وروح بيقى للطبيب العادي اللي هو المعالج اللي هو physician مش الريديولوجيز وياخد بقى قرار على التشخيص العام بتاع المريض بتاع يعني ممكن الحاجة اللي بابوس عليها في الريديولوجي دي تبقى عرض من المرض الاساسي اللي هو ايه بيعاني منه فدلوقتي هل الحاجة اللي انا طلعتها في step 2 او في level 2 فرقت معايا في الاخر ال diagnosis بتاع ال patient ولا لا ال level اللي بعد كده بقى هل ال diagnosis اللي احنا عملناه هنا اللي مبني على diagnostic performance اللي هنا هل فرق معايا في ال options بتاع therapy ولا لا في الالاج نفسه هل الالاج تغير ولا لا يعني هنا طبعا لو يعني بتكلم على ان الالاج بتاع ده قايم على diagnosis و ال diagnosis ده قايم على الحاجة اللي جات له ريديولوجي يبقى معنا كده كل ما حسنت في واحدة من دول كل ما اللي فوقي ها عموما تحسنه بس اكشو لما جي هنا يعني بقف هنا على حاجة يعني بتكلم على ان انا يعني في حاجات كثيرة قابليها لازم تكون اتعامل قبل المعمل دي لازم اعمل من الاول تكنيك لما اوصل لغاية دي عشان في الاخر اقدر احدد اذا كانت دي موجودة ولا مش موجودة بعد كده ال ال هل الكلام ده في الاخر فرق في ال ولا في ال ولا لا في ال اخر خالص بقى اخر حاجة خالص المجتمع بقى كله مش بس ال ال هل في الاخر الكلام ده كان بالنسبة المجتمع كوس افاكتف ولا يعني هل في الاخر كاسوسائيتي السوسائيتي دلوقتي العلاج الطبي فيها وال هل تحسن ولا ما تحسن يعني كل حاجة في المجتمع بيلاقي انها بتفرق مع ال ال حسن ال ممكن انهم يعني انا هشوف مثلا المجتمع ده في الاخر مثلا تحسن ال ال في ال انتاج مثلا اوكي فممكن تبقى فيه حاجة يعني بقى تبقى اعلى بكتير اوي من الايه بمجرد ان انا هشوف ال نفسه يعني اتحسن ولا ما تحسن فطبعا كل الحاجات دي ممكن نتكلم عليها ان هي طبعا متدرجة وطبعا زي ما احنا شايفين كده ان احنا عشان نوصل من اول لغاية الاخر خالص ده سكة طويلة قوي يعني كل واحدة من دول محتاج ومحتاج في حاجات كل ما اطلعنا لفوق كل المكان تاخد وقت اطول بكتير يعني عشان مثلا ابتدي من اوصل ال سنين ده ممكن يفضل حاجة زي كده بقى بنتكلم عن حاجات بعشرات سنين يعني مش متخيل ان ممكن احنا نشوف في مع الرئيط السريع جدا بتاع التغيير بتاع التكنولوجي في الرئيدي لو انا بتكلم على جهاز مسلا بتاعت عمل وفرضا قلت ان في عندي عشان سنين سنة او عشر سنين حتى بعد العشر سنين دي التكنولوجي نفكر في شكل كده نحن نحاول نعمل السكيل دوت الهيراركي السكيل اللي هو بتاع ال بشكل مور افشيينت علشان اقدر بي ان انا اقيم التكنولوجي بشكل يعني اسرع بحيس ان انا اقدر استفيد منها قبل ما تبقى ابساليت من الحاجات المهمة اللازم نلاحظها ان الهيراركي ده is بمعنى ان انا لو عندي افكت ات اني بي امبلاي افكت ات ات اول بي امبلاي يعني بمعنى لو انا قلت ان انا التكنيكال جميل مش معناها ان في الاخر الان 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 جيد يعني اذا الان كان جميل يعني بنبشي من تحت الفوق يعني الحاجة اللي فوق بت امبلاي كان قويس مش عقص نفس الكلام uh why that new diagnostic technology with a positive impact on patient outcome probably has a better technical performance higher diagnostic accuracy compared with standard technology there is no certainty that a radiologic test with a higher diagnostic accuracy results in a better patient outcome يعني بي result in a patient outcome يعني انا لو فرد عمالت تا عمالت بشخص الحاجة الفلانية بشكل more accurate او بشكل مثلا بقدر ان انا ايسي الحاجة الفلانية بدقة اعلى ده ما بيديش اي guarantee خالص ان انا بعد كده patient outcome وفي النهاية خالص هيفرق معاه في حاجة لازم ياخد من ده كويس قوي فكل واحدة كل واحدة من الليفل ما ادارش اقول ان new equipment or new imaging procedure should have extensive assessment before it is adapted in routine practice يعني طبعا ده ideal نحنا لازم نحنا نعمل evaluation ده قبل ما تبتدي تبقى adapted في روتين practice مع ان كده ندخل ها في routine practice طبعا دي مشكلة الحقيقة ان احنا عندنا shortage of coherent and consistent scientific evidence عشان نقدر نعمل الكلام ده وفي نفس الوقت نتكلم على كمثال واضح جدا طبعا كلها نسمع عنه اي حد في الدنيا بي عنده حدثة ورأس تتخبط بيروح على طول يقول يوم CT على طول هو cranial CT لغاية دلوقتي اذا كنتم متخيلين عندنا lack of evidence and will established cranial CT for head injuries يعني الحاجة ان احنا يبقى فيه دليل الاول قبل ما نستعملها يبقى فيه عندنا مشكلة كبيرة فطبعا دي حاجة يعني بيكلم على ideal situation ان انا لازم اعمل evaluation كاملا قبل ما ابتدي اطبق بس يعني مفروض نحن على الاقل نحاول في الحاجات اللي ممكن نقدر عليها حاجات اللي existing ولاقت الناس ان لها value خلاص ما هي كده وخلاص نمى يعني بعد كده نحاول بقى بشكل ما نحن evaluate بشكل ما او حتى نعمل short evaluation كده او summary evaluation للجهاز ده بشكل ما قبل ما يبقى عشان ايه عشان يبقى use routine practice هو في الوضع الحالي يعني by the way يعني في الاندستري بقى اللي بيحصل الشركات بت evaluate الاجهزة بتاعتها وبتقدم بت apply مثلا لل regulatory agency زي FDA زي CE mark زي الحاجات دي كلها وهم بيعملوا evaluation للحاجات اللي الشركات عملتها وتقيم اذا كان الجهاز زي ينزل السوق ولا لا فهو فعلي الشركة دلوقتي بقت هي اللي عليها ال evaluation كاملا وللأسف بعض الحاجات مثلا زي FDA سعاب بيبقى عندهم requirement صعبة جدا بالنسبة clinical studies اللي طالبينها علشان مثلا جهاز معين ينزل دي طبعا بتبقى لها ميزة ان هي بتخلي طبعا حاجة لنزلة بتبقى الناس متأكدة 100% ان لها value بس طبعا بيبقى فيها عيب كبير جدا ان هي بتاخر جامد جدا العلاج ان هو التشخيص السليم ان هو يبقى available للناس اسرع من ايه من ان هو لس السنة بقى كل الحاجات كل المراحل بتاعت الـ evaluation دي تكون خلصت الاسباب اللي تخلي فيها عندنا shortage in high level radiology studies دي لان فعلا بتكلم على ان هي ريديولوجيا يعني most rapidly evolving specialty in medicine يعني لو واحد شاف الـ MRI من 20 سنة اكبر مؤتمرات العلمية اللي في العالم كله مش بكلم بس في radiology هي يلاقي ان هو يعني الناس بتكلم دي في حاجات يعني من 10 سنين او من 5 سنين الحاجات موجودة اصلا كل السنة بتلاقي في حاجة جديدة تبقى موجودة فبنتكلم على level five و level six studies لازم محتاجة long performance لليه الجزء اللي هو علاقة بال patient outcome واللو علاقة بال societal impact فبنتكلم مثلا على يعني اه اه احنا بنتكلم على 59 studies يعني فيه فيه تعامل 59 studies علشان radiation oncology والحقيقة لقيت ان في الاخر يعني الافرج بتاع الوقت بتاعهم اللي هم بخدوه عشان يعملوا evaluation للحاجتين اللي بتكلم عليهم هنا دول بكلم 11 سنة كل واحد خليس 11 سنة 11 سنة دي حاجة صعبة جدا يعني 11 سنة عشان انا في الاخر انتظر 11 سنة عشان التكنولوجي الديفلومنت اللي موجود في جهاز الديولوجي عشان يقبل دي حاجة في المنتقى الصعوبة فعندنا حقيقة طلبين مهمين جدا full cooperation with clinicians who manage the patient before and after the diagnostic examination and methodological and statistical expertise regarding randomized controlled trials يعني انا لازم يبقى عندي عشان اقدر ان انا اعمل الاحصايات بشكل سليم لازم الاطباء يبقوا متعاونين عشان يدار يطبعوا ال controls الموجودة في الستادي بشكل سليم ويبقى عندي الstatistical analysis طبعا يبقى قوي كفاية ان انا اقدر ان اطلع النتائج بتاعتي بشكل سريع وبشكل سليم عندنا بقى alternatives clinical trials and meta analysis طبعا دي clinical trials بكلم على ان انا بعمل اخد عدد كبير من الناس او ممكن meta analysis بيبقى عندي حالات وبقى اشوف الاوتكم بتاعها وابتدي حلله بعد الحاجات ما تكون خلاص خلصت بكلم على two approaches بنسميهم براجماتيك studies او decision analysis براجماتيك يعني دراسات عملية شوية و decision analysis اللي هي بنبصها على اتخاذ القرار ونحلله بشكل اكتر اول alternative clinical trial هو الbragematic study وده بي propose concurrent development and assessment implementation of new diagnostic technology يعني معنى انها دلوقتي بدلا ما كان عندي six levels لأ six levels هايبوا pipeline يعني محطوطين كده فيه اجزاء منهم بتبقى parallel مع اجزاء تانية يعني بامشي خطوة في دي وبعد كده لما اوصل للليفل معين في الخطوة دي مش رضي خلصها ابتدي الجزء التاني يبتدي وهكذا بحيث ان هما كلهم يماشي almost in parallel فدي بتعملينا حاكتين الحقيقة دي بتتسرع يعني يبقى فيه عندي بشكل سليم في النوع التاني او الالترنتي التاني هو ده بيبقى معتمد على يعني ايه يعني انا بدل ما دلوقتي اعتمد ان انا مفكر او محاول اربط الحاجات ببعض وبس مجرد ان انا اجيب بقى اشياء حلقة كتيرة واشوف منهم الستاتيستيك والستاتيستيك بالضبط ولاقي طريقة محددة جدا تقول لي ان الحاجة بتشتغل عشان كزا دي ممكن تعمل بشكل او يعني في اناليتيك اناليسيز او اناليتيك او اثبتها مثلا ان هي فعلا بتشتغل احسن او اثبتها بسيميليشن زي ماركوف موديل او مونتي كالوري سيميليشن بحيث في الاخر ده طبعا طريق مختلف شوية ممكن هو يبقى بلايت في بعض الحاجات وحاجات تانية لا يعني مثلا ممكن الناس يتعاملوا في حاجة زي بتاع الريديو ثيرابي ده الحقيقة في موديل كتير اوي فيه وفي شغل كتير اوي اتعامل في الاريا دي ومفيد جدا بس ممكن في بعض الحاجات تانية ممكن يبقى صعب لو انا مثلا بتكلم على بتاع الريزوليوشن لو انا حسنت بتاع صورة معينة عايز اشوف الريفاكت بتاعها ممكن يبقى صعب شوية ان انا اقدر حل بس ممكن يبقى في تحليل بطريقة تانية ان انا ممكن احط مثلا موديل معين لتيومر معين او اجيب عندي لطريقة التصوير بتاعتي واثبت بيه فعلا الحاجة تتشاف بالريزوليوشن الاعلى مش بالريزوليوشن الاعلى فعمتلا الطريقتين هدفهم في الاخر ان هم الست خطوات اللي كانوا عندي اللي انا بحتاجهم عشان اعمل التكنولوجي بتاعتي قبل ما اخليها في احاول امنيمايز الوقت بتاعهم بحيس اوصل التكنولوجي بتاعتي الريديولوجي الجديدة اوصلها لل بشكل اسرع حقيقة الكورس ده اساسا هدفه ان احنا نعمل لنسبة للماموغرافي بالزات فانا بنصح الناس عشان تبتدي تحاول تتخش في الموضوع شوية ان هي تعمل ريبورت على او تبتدي تعمل ريسيرش على ماموغرافي داتا بيزيز عايز الموجودة في الداتا بيزيز دي و نتأكد ان احنا نقدر نقراهم ونقدر نعملهم ديس بلاي طبعا الوебسايت بتاع الكورس هتلاقوا في داتا بيز اللي هي بتاعت الماني موجودة كلها لان هي موجودة الساعة الاصلي بتاعها وفي جزء بتاع صوفتو وير كده زي الناس ترى ddsm واحدة من الاكبر موجودة الصور بتاعتها يعني بس الحقيقة مكتوبة بفرماية الهي ال محتاجة لها مكتوب مكتوب في موجود على اللينكس لان هي يعني الحقيقة يعني بابسط نحن نستعمله على اللينكس وممكن الناس تستعمله وتconvert الصور دي الرو بحيث تضراف متلا فبنصح الناس هي عشان تقدر بعد كده تبقى لما نجي نخش في جزء بتاع الماموغرافي يبقى عندها الـ background موجودة وعندها database بتاعة الـ images موجودة تبتقي تعمل الخطوات دي من دلوقتي عشان تبقى الصور جاهزة في وقتها لما نحتاج